رجعنا مع حضراتك ومع أخبارنا وطبعا كلنا عارفين خلال الساعات اللي فاتت أخبار على الساحة الرياضية وخاصة في نادي الزمالك الساعات القليلة اللي فاتت كان فيه أحداث كتيرة جدا كان فيه لغة كبيرة جدا ومفاجأات مفاجأة من العيارة الفقيل جدا جدا على جماهير نادي الزمالك إيه اللي حصل خلال الساعات اللي فاتت وبدون أي مقدمات بيتصل كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بيتصل بالإدارة وبيبلغهم أن أنا عايزة أتكلم معكم بيروح كارتيرون يقعد مع إدارة نادي الزمالك وبيقدم لهم استقالته من تدريب نادي الزمالك طبعا المفاجأة والصدمة كانت كبيرة جدا جدا على مجلس إدارة نادي الزمالك اللي حاول بقدر الإمكان أنه هو بيتكلم مع كارتيرون طيب أنت بتقدم استقالتك دلوقتي ليه؟ مفيش رد طيب أنت في حاجة مدايقاك؟ مفيش رد لا طيب أنت عندك عروض تانية؟ آه عندي عروض تانية أو في الأول قال لا لزروف خاصة يعني مش هينفع أن أنا أكمل طيب الزروف الخاصة دي حصلت دلوقتي؟ مفيش رد طيب الكلام أنت عندك عروض تانية؟ آه أنا عندي بعض العروض من بعض الأندية وبمبالغ أكبر من اللي أنا بخدها من نادي الزمالك نادي الزمالك عرض عليه أنه أوكي تخليك موجود معنا وخلال الفترة اللي جاية هنضع في مرتبك ممكن ثلاث أضعاف اللي بتاخده دلوقتي كانت الإجابة برضو من كارتيرون لا أنا ماشي طيب خليك لبعد انت أداء الظروف صعبة جدا إحنا عندنا يعني بطولة الدولة تحسمك بشكل كبير طب عندنا خلاص نصف النهائي مع الرجاء خلاص أقل من شهر لا أنا ماشي طب نديك فلوس زيادة لا أنا ماشي فالموضوع كان بالنسبة لإدارة نادي الزمالك عالمة السهام كبيرة جدا أن التوقيت غريب جدا جدا يا سهام هم قالوا له خد وقتك وفكر بس هو أصر أنه يرحل ودفع كمان يعني قال له كمان هيدفع شرط الجزاء اللي عليه ماتين وخمسين ألف دولار وحولهم وحولهم مش بس كده كمان المدرب المساعد كمان قدم استقالته في نفس التوقيت احنا طبعا بنقول معلومات ما بنقولش إشعات ودي يعني ده اللي حصل في اللحظات الأخيرة مش بس كمان كارتيرون والمساعد بتاعه أحمد عبد الراقوف كمان قدم استقالة بتاعته وفيه أخبار كده يعني بتقول أنه كابتن طارق يحيى هيتولى المسؤولية لحد ما يتم تعيين مدير فن أجنب جديد طبعا كابتن طارق يحيى هو رجل المهم الصعبة والظروف الصعبة هي طبعا أزمة كبيرة النادي الزمالك والنادي الزمالك أن المشكلة كمان أن المدير الفني يرحل في هذا التوقيت كانت مفاجأة كبيرة كانت أزمة كبيرة جدا جدا فعلا النادي الزمالك أن خلاص باقي بضع أسابيع على بطولة أفريقيا أنا وجهة نظر الشخصية أن كان فيه أصل ده مش من دلوقتي أنه كان محضر 250 ألف دولار أنك تحولهم ده مش من دلوقتي الموضوع لا الموضوع أنا وجهة نظري ده مختلف تماما الراجل ده مربط من أول عنده فترة طويلة جدا عامل حسابه مش معقول دلوقتي أنا في الوقت ده هروح أقولهم أنا ماشي وحولت أريدين 250 ألف دولار فأنا في اعتقاد الشخص ده كان أريدين مربط وكان فيه دلوقتي أحد الصحب بتقول على فكرة ممكن ما يكونش نادي مصري عشان برضو فيه تلعت الناس قالك ممكن يروح في بيراميدز لكن أنا في اعتقاد الشخص هكون على وهو كمان على فكرة يمكن كارترون قال كده يعني قال أنا عندي بعض العروض القوية بمبالغ كبيرة أكبر من اللي باخده ونادي الزمالك والزمالك اديه له طب نديك لا أنا ماشي يعني أنا في اعتقادي ده مسلسل جديد من مسلسلات رحيل المدربين الأجانب من نادي الزمالك يا جماعة المشاكل اللي كانت بتحصل للمدربين لنادي الزمالك خلي بالك يا جماعة يعني دايما بتكون زي ما بنقول فيه كده اللعيب بيخرج من هنا وبيروح هنا بشكل أو آخر بشكل مش كويس خروج مدربي نادي الزمالك الأجانب بشكل غير لائق باسم نادي الزمالك اعتقد ده كان ليه مردود ومردود قوي جدا في اللي عاملوا كارتروني النهاردة عملية عدم احترام المدربين ما بين قوسين مع احترام لإدارة نادي الزمالك ان على سبيل المثال جروس يروح بعد المباراة يطلع من غرف خلع الملابس من امبي على المطار غير مقبول وغير مسموح في قرط القدم وغير مقبول للأجانب خلي بالكو السمعة دي بتتكلم المدرب الأجنبي بيكلم ده يعني كل اعتقد 90% من المدربين في ريرم حقق نتائج اكتر من رائعة بيحصل على الدوري والكاس وبيعمل نتائج رائعة مع السلامة بشكل غير مباشر طريقة التعامل مع المدربين الأجانب اعتقد كان ليها رد فعل كبير جدا من قرار كارترون انه بالمثل انت بتعمل كده مع المدربين انا كمان شكرا مع السلامة طب ننديك فلوس زادة لا مع السلامة اعتقد يا سام وجهة نظري ان اخطاء نادي الزمالك في التعامل مع ملف المدرب الأجنبي وطريقة التعامل معه من خلال الدخول في عمله وانه بيتعمل عليه ييجي المدرب الأجنبي واقف وبيتعمل محاضر اللاعبين من ادارة النادي او رئيس مجلس ادارة النادي وهو واقف ويبدأ يتكلم في فنيات والمدير الأجنبي واقف طريقة التعامل في اقالة المدرب الأجنبي يعني من ممكن جدا مش عاجبك شغله لا بس كارتيرون في الحالة دي كابتن هاني واضح جدا أنه محدد هدفه من الأول وعارف مصلحته فين ولما النهاردة يقطع نص المشوار ويقولك أنا ويحول الفلوس فعلا لا أنت مجاهز نفسك من بدري فدي حالة غريبة لسه الأخبار ما نقاش يعني عارفين لسه فيه كواليس وأكيد فيه تفاصيل هتظهر خلال الساعات الجاية مش الأيام هو من الوارد أنا أعتقد أن أحد الأندية الكبيرة في الخليج يعني فيه ناس بتتكلم على التحاد الجدل السعودي أو بيكلم على العين العين الإماراتي ده من الأندية وفيه كلام لغاية دلوقتي لسه كمان على بيرامدز يعني احنا دايما بنشوف نوادي مصرية يعني بنشوف هو تابعا النوادي المصرية أعتقد هو لو نادي مصر هيكون بيرامدز لكن أنا يعني اللي تقال أن فيه عرض من الخليج عرضين من الخليج وكمان فيه عرض مقدم لكالترون في الدور الفرنسي خلينا نبعد شوية عن الدور الفرنسي لأن أعتقد حتى المردود المادي بالنسبة لدول الخليج وبيرامدز بيكون أعلى شوية فهو كمان على مستوى الفرنسا رفض بعض العدود الفرنسية لكن خلينا نشوف الأيام جاية لكن أنا نقطة دايما بشوف هو ليه عمل كده ليه الخطوة دي دلوقتي وفي الوقت ده اعتقاد الشخصي أنه هو نادي الزمالك بقاله فترات كثيرة جدا بيتعامل مع ملف المدرب الأجنبي بشيء من عدم الاحترافية حتى في التعامل من خلال أداء الفني أو من خلال إقالته على مستوى الإقالات فأنا في اعتقاد الشخصي ده جزء أو استمرار لمسلسل أعتقد مسلسل من مسلسلات المدربين أو إقالة المدربين الأجانب خاصة في نادي الزمالك غضب جمهور النادي الزمالك واضح جدا على مواقع التواصل الاجتماعي فيه الصدمة ولسه زي ما قلت لك إحنا لسه فيه كواليس وفيه أخبار هنعرفها تباعا وإحنا لسه يعني إمكان إدارة الزمالك لجأت لكابتن طريق إليبيا ومعشان يكون فيه معشان يكون مدير فني زي ما احنا قلنا ويعني الأمور هتبان ويمكن كان فيه كمان كابتن سامي الشيشيني كمان كان عرض على أنه يكون موجود في الجهاز الفني أفتكر رفض آه يعني يمكن هو عنده بعض العروض من الأندية المصرية شوية لكن أعتقد خلاص الكابتن طريق إليحية هو المدير الفني يمكن ما بين قوسين كده المؤقت لنادي الزمالك خلال الفترة اللي جاي